السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى ثم ومباد نبدأ إن شاء الله في كتاب الجامع باب الأدب من كتاب بلوغ المرام وهذا الكتاب كتاب عظيم وهو في آخر كتاب بلوغ المرام وهذا الكتاب كتاب الأدب أو باب كتاب الجامع والذي سنقرأ بإذن الله هو باب الأدب حقيقة لما تأملت في كتاب بلوغ المرام وجدت أن كثير من الأحيان يبدأ طربة العلم في أول الكتاب وهو الطهارة والصلاة وقد يصلون إلى الزكاة أو إلى الحج وكثير منهم يقف وليس معنى ذلك يعني وإنما كثير يتوقف بعدما ينتهي من كتاب مثلا الصلاة أو الحج أو ما شابه ذلك ومن هنا ومن هنا كان كتاب الجامع في آخر بلوغ المرام في العشر الأخير منه وهو كتاب مهم ومسائل مهمة يعني مهمة للناس غاية الأهمية ومن هنا جاء الشرح لهذا الباب اقرأ يا شيخ طيب خلق أقرأ أنا أقرأ الحديث أولا هذا الكتاب اسمه كتاب الجامع وهذا الكتاب كتاب الجامع ذكر فيه مؤلفه ما يقارب 131 حديث في الأدب وتكلم في الباب الأول في الأدب ثم في مساوى الأخلاق والبر والصلة والزهد والورع والذكر والدعاء طبعا ابن حجر رحمه الله كان جمع في بلوغ المرام على الأبواب الفقهية فرأى أن يلحق آخر الكتاب بكتاب الجامع هذا الأدب في الاصطلاح طبعا ما هي المسائل التي بتمر علينا قبل أن ندخل في الكتاب سيمر علينا إن شاء الله أحكام السلام سيمر علينا أحكام تشمية العاطس قيام الرجل من مجلسه أو إقامة الرجل من مجلسه التناجي من اثنين دون الثالث لعق الأصابع ونحو ذلك من المسائل المهمة عيادة المريض إذا سنصحك فانصح إيش معنى هذا الكلام هل النصيحة واجبة مسائل البر ما هو ما هو البر وما هي التقوى مسائل مهمة طيب الأدب هو طبعا تنوعت عبارات العلماء في الأدب وتكاد تلتقي عند معنى واحد قال بعض العلماء قال أبو زيد الأنصاري الأدب يقع على كل على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل ابن القيم رحمه الله يقول حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل استعمال الخلق الجميل ابن حجر قال كلام جيد ممتاز يعني استعمال ما يحمد قولا وفعلا استعمال ما يحمد قولا وفعلا طبعا أهل العلم اهتموا بهذا الباب باب الأدب اهتمام عظيم وأولفت كتب عند المتقدمين مثل روضة العقلاء ونزهة الفضلاء هذا كتاب جميل كذلك كتاب مكارم الأخلاق ومساوي الأخلاق للخرائطي كذلك يعني عدد من الكتب من أحسنها من يعني الأشياء التي جمعت باب الأدب في بلوغ المرام وهو باب جميل وشرحه جمع من أهل العلم مثل الشيخ عبد الله الفوزان منحة العلام ومثل الشيخ محمد من أثيمين رحمة الله على الجميع وكتاب توضيع الأحكام للشيخ بن بسام فيما مالله رحمه الله إلى غير ذلك طبعا إذا تأملت وجدت أن طالب العلم ينبغي عليها أن يتعلم الأدب وهذا أمر مهم ولذلك لا بد أن يعتني طالب العلم بالأدب وأدب المجالس وأدب الحديث والتعامل هذه من الأمور المهمة طيب الأدب ينقسم أو الأدب على نوعين أدب مع الله وأدب مع عباد الله فالأدب مع الله هو القيام بطاعته وتعظيمه وأن لا يتقدم بين يديه بتحليل أو تحريم وإيجاب ما أوجبه الله والحذر من إيجاب ما لم يجبه الله أو تحريم ما أحلى الله وكذلك لا يعصي الله جل وعلا وإنما يتأدب مع الله تبارك وتعالى الحياء من الله مطلب ومن الأدب مع الله أن تتلقى الأوامر راضيا يعني ما تعترض على أوامر الله جل وعلا وعلى نواهيه أما الأدب مع عباد الله فهو فعل ما يجمل الإنسان ويزينه هذا هو الأدب شوف ترى الأدب شيء وحسن الخلق شيء ثاني هذه الألفاظ لا بد أن يفرق بينه سيأتينا ما هو حسن الخلق المقصود أن الأدب شيء وحسن الخلق شيء ثاني فالأدب هو أن يفعل المر كل ما يجمله وكل ما يوافق المرؤة وهذا يختلف باختلاف يعني الأمم يعني الأمم تختلف والمجتمعات تختلف والعوائد تختلف فهذه الأمور لها تأثير ولا شك أن المؤمن ينبغي عليه أن يحرص في هذا الباب قال باب ما جاء في حق المسلم على أخيه لاحظ قال على أخيه وهذا بخلاف من بخلاف الكافر فهو الآن يتكلم بباب ما قال باب حق المسلم على الناس لا وإنما قال باب ما جاء في حق المسلم على أخيه يعني من المسلم ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فسمته فسمته بالسين في اللفظ عندي فسمته لأنه جاي بلفظين فسمته وجاء لفظ شمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم أولا هذا الحديث رواه الإمام مسلم البخاري روا هذا الحديث لكن بدون ذكر وإذا استنصحك فانصح بدون ذكر إيش وإذا استنصحك فانصح والحديث جاء من طريق الحديث الذي عند الإمام مسلم جاء من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر الحديث أما الذي في البخاري فجاء من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس ولم يذكر إذا استنصحك فانصح طيب المسألة الأولى حق المسلم المراد به الأمر المطلوب على وجه التأكيد بحيث لا ينبغي تركه وهو بهذا يعم وجوب العين ووجوب الكفاية والندب يعم ذلك كله هذا حق وكون حق للمسلم ذكر بعض أهل العلم أنه يعني للمسلم أن يطالب أخاه بها لهذه الحقوق إذا لم يؤدي حقه إذا لم يؤدي حقه حق المسلم على المسلم ست وفي رواية خمس المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله طيب لما قال ست نعم هذا لا ينافي رواية خمس أبدا لا ينافي رواية الخمس إما لأن العدد لا مفهوم له العدد لا مفهوم له ما لم يوجد قرينة تخصص أن العدد له مفهوم نعم وهذا مقرر في الأصول العدد لا مفهوم له ما لم يوجد قرينة يعني تخصص لأن للمسلم على أخيه حقوق كثيرة ليست هذه الست أو الخمس فقط وضح يا أخوان و جاءت أحاديث متعددة لم تذكر فيها ذكرت فيها أقصد بعض الحقوق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه رواه متفق عليه جاءت أحاديث متعددة طي فالحقوق المتأكدة للمسلم على المسلم كثيرة متعددة يسأل سائل يقول لماذا قد يسأل سائل يقول لماذا اقتصر على ما ذكر الجواب إما لأنها مشروعة إذ ذاك وما عداها شرع فيما بعد وإما على الكفاية وإما يعني يعني إما لأنها مشروعة فيما مضى ثم شرع بعدها أمور أخرى أو لأنها مثلا الأنسب بحال السامعين لشدة احتياجهم إليها قال إذا لقيته فسلم عليه ابدأه بالسلام نعم ابدأه بالسلام ندبا عينيا إن كنت وحدك وإلا على الكفاية وإلا على الكفاية كما سيأتي يعني على خلاف سيأتي إن شاء الله هنا قال حق المسلم على المسلم إذن ليس حق لغير المسلم وإنما حق للمسلم على المسلم فلا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وهذا في صحيح لما مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لكن إذا سلم الكافر وجب الرد عليه لقوله إذا سلم الكافر فإنه يرد عليه إذا سلم الكافر فإنه يرد عليه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه لكن يرد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قولوا وعليكم وضح وإذا دعاك فأجب يعني إذا دعاك لحضور وليمة أو غيرها فأجب دعوتها طبعا يشمل هذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا يشمل عدد من الأمور سواء دعاك لمساعدته معاونته على حمل شيء دعاك للطعام لكن الذي لا إشكال فيه أنه إذا دعاك لوليمة العرس أنه يتأكد عليك إيش أن تحضر قال وإذا استنصحك فانصحه السين هنا والتالي الطلب استنصحك طلب منك النصح وهو الدعاء إلى ما فيه صلاح المنصوح قولا وفعلا فانصحه فانصحه يعني انصحه هكذا في بعض نسخ البلوغ والذي في صحيح مسلم فانصح له هنا قال في بعض نسخ البلوغ فانصحه والذي في صحيح مسلم فانصح له وذكر بعض أهل العلم أن هذه هي اللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن إن أردت أن أنصح لكم نعم النصيحة مشتقه من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه أو من نصحته العسل إذا صفيته من الشمع والنصيحة ستأتي إن شاء الله في حديث تميم الداري قال وإذا عطس فحمد الله فحمد الله فسمته أمر من التسميت بالسين المهملة وقع في بعض النسخ نسخ البلوغ فسمته بالسين المعجمة والأول هو المثبت في صحيح الإمام مسلم والمعنى للجميع قل يرحمك الله أن يعطاك الله رحمة يرجع بها ذلك العضو إلى حاله قبل العطاس من غير تغيير أبو عبيده رحمه الله قال التشميت هو الدعاء التشميت هو الدعاء وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له ذكر بعض أهل العلم أن معنى شمته المراد هنا إزالة شماتة الأعداء عنه بالدعاء له بالخير لا سيما بلفظ يرحمك الله لا سيما بلفظ يرحمك الله قال وإذا مرض فعده أمر من العيادة لاحظ أنه قال فعده لم يقل فزره لم يقل فزره وإنما قال فعده من العيادة يعني إيش التكرار وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه امشي خلف جنازته من منزله أو من موضع الصلاة عليه إلى المقبرة أو من موضع الصلاة عليهم إلى المقبرة والناس اليوم على هذا لكن هنا أنبه على شيء وهو أن الأصل في الجنازة أنها تتبع من بيت الميت ترى هذا هو الأصل اليوم المفهوم السائد مفهومين المفهوم السائد الأول يعني وليس من السنة أو فيها قصور أقصد في هذا الباب المفهوم السائد الأول أنهم يتبعون الجنازة من المصلة إلى المقبرة وهذا في قصور لأن بعضها العلم أصلاً يرى أن اتباع الجنازة يكون من بيت الميت فإذا مات الميت فتتبع الجنازة من هذا من البيت نفسه نعم هذا الأمر ضعف الله أعلم مؤخراً بسبب يعني أتصور لو كان تغسير الموت في البيوت قد يكون تكون المسألة واضحة للناس أكثر نعم هذا أمر الأمر الثاني أن كثير من المسلمين صار قد يعتقد يعني أن الصلاة تكون في مساجد معينة وهذا غير صحيح بل الصلاة تكون أصلاً في المصلى ليس في المسجد مصلى خارج يعني مثل مصلى العيد وتكون في المساجد كلها وضح ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على من صلى في المصلى وليس في المسجد طيب قال وإذا مرض وإذا مات فاتبعه بعض الإخوة إذا أراد أن يتبع جنازة تجد أنه يقف ويصلي السنة الراتبة لا يعني ينبغي أن لا تخل بالمعنى بمعنى الاتباع بعض الأحيان يكون المتوفى الظهر أو المغرب أو العشاء في قلوبة تصلي السنة الراتبة أنني بعد المكبرة ما عدني نقول لا لا تخل بالاتباع للجنازة طبعا إذا لم يتبع الجنازة ما يعثمه لكن حتى يعني لا يكون هناك تخلف عن الأداء نعم ما يكون فيه التخلف لأداء راتب يعني أقصد لا يكون فيه إخلال بالمعنى نقول لا تتخلف مباشرة أنطلق إلى الجنازة مع الجنازة المسألة التي تليها الحديث دليل على أن من سمات الدين الإسلامي المحبة والمودة والتآلف بين المسلمين ومن هنا جاء الإسلام ببيان الحقوق التي تنمي المحبة وتحقق المودة وتزيد في التآلف ولذلك الإسلام لما دخل على الناس أثر تأثير كبير في حياتهم الاجتماعية هذه مسألة مهمة ترى يعني أنتم تصوروا أنكم في قرية وثنية كلها وثنية نعم ليس فيها إسلام أبدا يعبدون الأصل هؤلاء كيف يتعاملون كيف يعيشون لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا كيف تأثروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدق ونهاهم عن الكثب أمرهم بالعدل ونهاهم عن أيش عن الظلم أمرهم بالإحسان ونهاهم عن الإساءة بدأ جاءت الشريعة بالحياة الاجتماعية العظيمة أولا البر بالوالدين خاصة ودققت الشريعة في مسألة إذا بلغ الكبر حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج حتى بلغ الأمر في الإنفاق فالرجل لا يجوز أن يعطي زوجته من الزكاة أما المرأة فإذا كانت غنية وزوجها فقير فيجوز أن تعطيها الزكاة كما جاء في الأثر حق الأولاد على الأب كلكم راعي ومسؤول عن رائية حق الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى أطلنته أنه سيورثه يورثه السابع من الجران ذوي القربة وليتام حق بن السبيل اللي مار بالقرياء وضح لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب نفسك المسلم من سلم المسلمون إيش من لسانه ويده لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تناجشوا كونوا عباد الله إخوانا حتى في الهدية إذا أعطيت ابنك هدية فاعطي الباقين إنا لا نشهد على جوله نعم اللعن لا يجوز السباب الشتام ممنوع الكذب محرم القول الحسن وقل لعبادي يقول التي هي حياة اجتماعية متكاملة حتى في جلوسك إذا قدمت إلى الناس إلى المسلمين قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه التحية إذا عطس أحدهم فشمت هو يقول الحمد لله وضع لا يتناجع اثنان إيش دون الثالث حياة اجتماعية كاملة متكاملة عظمة في التشريع هذا طبعا نحن نتكلم في إيش في الحياة الاجتماعية فقط ما تكلمنا عن بقية الأمور ها ولذلك جاءت الشريعة لو تتأمل في هذا الحديث حق المسلم على المسلم خمس لرأيت أنه لو زرع في مجتمع هذا الحديث لوحده لتغير هذا المجتمع في التآلف والتراحم والتعام نعم الآن تصور أنك أنت إذا ميت ما حد يغسلك ولا يكفنك ولا يطيبك ولا يصلي عليك ولا يأخذونك يدفنونك تصور لكن تصور الآن لما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى خط عظيم لحياة اجتماعية رائعة عظيمة وترتون الآن في أول حديث ما بعد دخلنا لبقية الأحاديث طيب إذن من محاسن الدين الإسلامي هذا الأمر وهذا من أسباب التآلف والمحبة السلام فيه إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم عجيب السلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه وتحاببتم أفش السلام بيننا يعني أنت تصور أنك جاي وساكن فيها الحي ما حد يسلم عليك لكن تصور أول ما نزلت نزلت من السيارة وتدخل بيتك يمر عليك أربع من الجيران واحد وراء الثاني كل واحد السلام عليكم وما يعرفونك كيف القلوب ما في وحشة تكون القلوب متعالفة بإذن الله واضح طي مما يؤسف عليه في هذا الزمان أن غالب سلام الناس اليوم إنما هو للمعرفة وهذا غلط بعض الناس ما يسلم إلا لللي إلا على من يعرف وهذا فيه مخالفة لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف رواه البخاري ولذلك قال النووي رحمه الله لا تخص به المعارف كما يفعله بعض الناس تكبرا أو تهاونا ويتضمن هذا أن لا يكون بينك وبين أحد المعادات ونحوها مما يمنع في العادة عن السلام والله أعلم يقول في تخصيص السلام بالمعرفة تفويت لفوائد عظيمة وما رتب عليه من الأجر ولذلك قال عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار علقه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا المعرفة هذا رواه أحمد وحسنه بعضهم بمجموع طرقه وشواهده يعني حسن بالشواهد وبمجموع الطرق المسألة التي تريها ظاهر الحديث إذا لقيته فسلم عليه أن الأمر بابتداء السلام للوجوب وقد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بالوجوب في أحد قولين في مذهب أحمد وغيره وقال ظاهر ما نقل عن الظاهرية وجوبه لكن نقل ابن عبدالبر وغيره الإجماع على أن ابتداء السلام سنة ورده فرض لقوله تعالى وإذا حييتهم بتحية فحيوا بإحسن منها أو ردوها فإن صح هذا الإجماع وهو صحيح ثابت كما هو عند ابن عبدالبر رحمه الله نعم فهذا يعني من الصوارف التي تصرف وجوب السلام في الابتداء ومما يدل على أن السلام ابتدائه ليس بواجب حديث المتهاجرين خيرهم الذي يبدأ بالسلام طيب وهذا الذي رجع الشيخ محمد بن أثيمين رحمه الله أن ابتداء السلام ليس بواجب لكن لا ينبغي أن يترك لا ينبغي أن يترك صفة السلام طبعا القول بأن السلام سنة هو قول الجمهور وقد ذكر بعضهم مثل بن حجر رحمه الله أنه الأمر هنا قد يصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض في حق بعض دون بعض هنا مسألة وهي صفة السلام المأمور به لها أقل ولها أكمل فأقله السلام عليكم وأكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزاد ولا يزاد على ذلك النهاية وبركاته ما يزاد على هذا ما يزاد على هذا هنا مسألة وهي يعني يكثر الكلام عليها أو تمر في بعض الأحيان وهي هل الأولى أن تقول سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليكم سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليكم هذه أربعة يعني هل الأفضل جمع الكاف أو الأفضل إفرادها عليك أو عليكم هل الأفضل التنكير سلام أو التعريف السلام هذا في خلاف بين أهل العلم أتكلم أهل العلم في هذه المسألة وأطالوا يعني الكلام ورجح بعض أهل العلم يعني أن الأفضل التعريف مع الإفراد بأن تقول السلام عليك السلام عليك ويجوز أن تقول السلام عليكم بالجمع نعم وكما يجوز قال بعض العلماء يجوز أيضا سلام عليك أو سلام عليكم بالتنكير لأنه ورد السلام بالتنكير وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل السلام عليكم اختار فقهاء الحنابلة أو بعض فقهاء الحنابلة أن التعريف أفضل السلام وهذا الذي جاء في القرآن والسلام على من اتبع الهدى وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام على من اتبع الهدى في زيارة القبور قال السلام عليكم ايش دار قوم مؤمنين نعم لكن هنا مسألة وهي أن البعض يعكس فيقول عليك السلام يعني يبدأ السلام يقول عليك السلام نعم يعني يعني يجي يدخل للمجلس بذلك ما يقول السلام عليكم يقول عليك السلام أو عليكم السلام وضحي أخوان طيب ذكر بعض العلم كراهية ذلك قالوا جاء في ذلك أحاديث صحيحة منها ما رواه جابر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك وعند أبي داود أتيت النبي صلى الله فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى فدلت الأحاديث على كراهة الابتداء بعليك السلام ولبعض العلماء تفريع على ذلك بعض العلماء له تفريع على ذلك ابن قيم رحمه الله قال في كتابه زاد المعاد وكان يكره أن يقول المبتدع عليك السلام ذكر هذا في زاد المعاد واضح المسألة هذه واضح طيب هنا مسألة وهي أن أقل الجواب على السلام أقل الجواب على من سلم عليك أن تقول وعليكم السلام طيب فهل تقول عليك السلام بدون الواو الجواب قال بعض العلماء أن الواو تزاد في رد السلام وهذا الذي يعني ينبغي قال قال لأن أن أن أقلت وعليك السلام كان أنك دعوت بدعوته السلام عليكم ودعوتك أنت الآن الأخرى وبعض أهل العلم ذكر أن الواو هذه واجبة هذا قول لبعض الشافعية نعم قول لبعض الشافعية وآدم عليه السلام قال للملائكة السلام عليكم فقال له عليك السلام و قول الله جل وعلا قال سلام قال سلام لكن كما ذكرت أن بعض الشافعية أوجبوا الواو هذه قال لا بد تقول تذكر الواو ولا لا شك أن الأفضل والأحسن ذكر الواو حتى يكون الكلام في السلام بجملتين فيكون التقدير علي السلام وعليكم علي السلام وعليكم فيصير الراد مسلما على نفسه مرتين الأولى من المبتدع والثانية من نفس الراد طيب هنا مسألة مهمة وهي هل يزاد على لفظ وبركاته نحن ذكرنا أن السلام انتهى إلى وبركاته وهذا أمر معلوم وردت أحاديث مغفرته وغيرها من الألف مجاعم بعض السلف الزيادة لكن لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لكن نقول من ناحية الإجمال من ناحية الإجمال إذا سلم عليك أحد فإن من الخير أن يكون رد السلام أيش أن يكون رد السلام خير من التحية وإذا حييتم بتحية فحي بأحسن منها أو ردها ولذلك الرد بأحسن هذا هو المطلوب هذا هو الأفضل وضح أما إذا رد بقدر السلام الذي سلم به المسلم هذا أمر طيب علي أدى ما عليه طيب هنا مسألة مهمة تطرق لها الشيخ محمد رحمه الله بن ثيمين في كتابه في شرحه على بلوغ المرام حيث ذكر أن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أن المقصود يعني هل الآية تشمل كذلك الهيئة الفعلية أي أنك تسلم عليه سلاما واضحا جهوريا فيرد عليه مثل جهورية الصوت وتشمل أيضا السلام الفعلي بالهيئة الفعلية أقصد لا شك أنه ينبغي على المؤمن إذا سلم على أخيه ينبغي على أخيه أن يرد بسلام أحسن أو مماثل سواء كان بالفعل أو بالقول أما أن يأتي ويسلم فيكون الرد بطريقة يعني يستشف منها الإنسان أن هذا الإنسان لا يريد السلام أو ما شابه هذا مو بجيد وضح ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص على الهيئة الفعلية نعم في بعض الأحيان قد يكون الإنسان سلم في موطن قد يكون الرجل يعني أصابه ما أصابه في أمر معين أو لكن عموما ينبغي على المؤمن أن يحرص على الهيئة الفعلية في رد السلام سواء في جارة الصوت أو في الهيئة الفعلية وضح وضح حين سلم لا يعني ينبغي على المؤمن الله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها طيب وهذه تطرق لها الشيخ محمد بتفصيل يعني لكن عموم النصوص تبين أن المؤمن ينبغي عليها أن يحرص على حسن الرد طيب هنا مسألة وهي أن بعض المسلمين اليوم تجد أنه يستفتح السلام بألفاظ حادثة صباح الخير مساء الخير ولا يقول السلام عليكم طبعا هذه الألفاظ للحديث فيها عدة مساء المساء الأولى استفتاح التحية بها نقول الواجب أن يستفتح بالسلام فهذه هي تحية أهل الإسلام نعم أما أن يستفتح صباح الخير مساء الخير فهذا كما تقول اللجه الدائمة هذا أساء هذا أساء المنبغي أن تبدأ بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل إن النووي رحمه الله شدد في المسألة بقوة حتى قال إذا ابتدأ المار الممرور عليه فقال صباحك الله بالخير أو بالسعادة أو قواك الله ونحو ذلك من ألفاق قال لم يستحق جوابا نووي شدد في هذا نعم لكن على كل حال المسلم يعلم أن تحية الإسلام هي السلام فالواجب عليه أن يتمسك بهذه التحية التي اختارها الله لنا المسألة الثانية مسألة أن بعض الإخوة تجد أنه يقول صباح الخير ومساء الخير حتى بعد السلام نقول هذه اللفظة نحن لا نقول أنها محرمة أو ممنوعة لكن ما معنىها ما معنى صباح الخير وش معنىها صباح الخير تأملوا أنتم ما معنى يعني لكن إذا قال صبحك الله بالخير هذا دعاء له بأن يصبح على خير مساك الله بالخير هذا دعاء له بأن يمسي على خير فينبغي أن تكون هذه الألفاظ دعاء صباحك الله بالخير أو مثلا كيف أمسيت هذا سؤال كيف أصبحت أساك طيب هذا سؤال واضح المعنى نعم بعد السلام إذا قال ما فيه أي إشكا لكن لفظ صباح الخير مساء الخير هذا حقيقة حقيقة ما له معنى إذا أنت تأملت فيه ما له معنى أبدا هاتم تشوفوا له معنى ما لها أي معنى والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وذكر كلام بعض علماء مصر بأنهم منكرون يعني مثل هذه الألفات ما لها معنى نحن لا نقول أنها محرمة أو ممنوعة لكن نقول ينبغي على المؤمن أن يتكلم باللفظ الذي يوصل للمعنى المقصود والمعنى الصحيح طيب طبعا كلام الشيخ بكر رحمه الله موجود في كتاب معجم مناهي النفضية صفحة ثلاثة وثلاثين المسألة التي تليها قال إذا لقيته فسلم عليه قد يفهم البعض أن السلام فقط يكون عند اللقاء ولكن هذا المفهوم معارض ببعض الأحاديث المروية يعني جاء في بعض الفاضر وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بحق من الآخرة طبعا الحديث رواه ابو داود يحتاج إلى تحرير ورواه الترمذي وحسنة لكن الحديث يحتاج إلى تحرير لكن عموما ليس معنى ذلك أن الإنسان يقتصر على السلام في القدوم فقط في القدوم فقط وجاء عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض رواه أبو داود بإسندين أحدهما مرفوع وسنده صحيح والآخر موقوف وأحدهما مرفوع والآخر موقوف وكلا الإسندين أيضا الأثر يحتاج إلى تحرير أكثر طي هنا مسألة وهي مسألة السلام على المرأة ما حكم السلام على المرأة الأصل إذا كان هناك فتنة أنه لا يجوز إذا وجدت الفتنة فيمنع السلام على المرأة لكن إذا لم توجد الفتنة مثل كانت المرأة مثلا كبيرة نعم وما شابه ذلك فهذا لا يضر هذا لا يضر وقد جاء عن يعني بعض الآثار في هذا الباب تساكد جاء بعض الآثار في هذا الباب ولعل شيء إن شاء الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم نعم هذا قال ابن القيم رحمه الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علينا تقول أسماء رضي الله عنها كما في سنة بدود صحيح البخاري كانوا ينصرفون الصحابة من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول الشعير ونحو ذلك المقصود أن الصواب يرجع إلى مسألة الفتنة فإذا لم يوجد فتنة كانت امرأة عجوز وما شابه ذلك هذا لا يضره طيب أما إذا كانت المرأة في السلام عليها فتنة فلا يسلم عليها ويبتعد عن مضان الفتنة لأن الابتعاد عن مضان الفتنة هذا أصل من الأصول المهمة عند المؤمن هنا مسألة وهي إذا دخل المسجد هل يبدأ ويصلي ركعتي تحية المسجد أو يذهب ويسلم عن الموجودين الذي يظهر والله وعلم أنه بحسب وضعه ابن القيم رحمه الله له كلام قال لا يبتدأ بتحية المسجد ثم يسلم على الناس وبالرجب رحمه الله لا يخالفه له كلام آخر نعم وذكروا حديث المسيء صلاته لكن حديث المسيء صلاته فيما يظهر أنه دخل وصل في قرب الباب فلا نستطيع أن نقول أنه صراحة في هذا الباب وعلى كل حال الذي يظهر يعني والله أعلم لعله بحسب وضع الرجل الإنسان الذي دخل المسجد فلا يعني يوجد والله أعلم حديث صريح صحيح صريح في هذه المسألة هذا الذي يظهر والله أعلم وكما ذكرت لكم ابن القيم له كلام وبالرجب رحمة الله الجميع لهم كلام من المساءل المهمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقضان لا يوقظ النائم ويسمع اليقضان ذكره مسلم من المساءل المهمة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بنفسه على من يواجه ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه ويتحمل السلام لمن لم يبلغه إليه ويتحمل السلام لمن يبلغه إليه كما تحمل السلام من الله عز وجل على صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريل عليه السلام هذه خديجة قد أتتك بطعام فقرع عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة الحديثة وقال للصديقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته يرى ما لا أرى يرى ما لا أرى هنا مسألة وهي استحباب تكرار السلام ثلاثا استحباب إيش تكرار السلام ثلاثا إذا كان حل يعني يستحب تكرار السلام ثلاثا الجواب إذا كان الجمع كثيرا أو شك في سماع السلام فهنا يكرر أما من أما في غير ذلك فإنه لا يكرر السلام ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وإذا أتى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه إيش البخاري طبعا ذكر بعض أهل العلم أن هذا محمول على ما إذا كان جمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وكان قد قصد الاستيعاب للموجودين كذلك لو سلم وظن أن الناس لم يسمعوا فحينئذ يعيد ويكرر السلام يعيد ويكرر السلام طيب من المسائل المهمة في بعض الأحيان تجد أن بعض المسلمين إذا سلم لا يجهر بالسلام سلم صوت خافت وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع المسلم رده وجاء في البخاري عن ثابت بن عبيد قال أتيت مجلسا في عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال إذا سلمت فأسمع فإن تحية مباركة طيبة هنا مسألة مهمة يكثر الحديث عنها وهي السلام بالإشارة لعذر السلام بالإشارة لعذر نقول أولا الأصل في السلام بالإشارة النهي يعني الأصل أنك تسلم باللسان لماذا النهي لأنه من فعل أهل الكتاب ونحن أمرنا بمجانبتهم وعدم التشبه بهم ومخالف الطريقهم جاء في سنن الترمذي في حديث في النهي عن التسليم بالإشارة وأنها من شعار أهل الكتاب ووسمه الترمذي بالغرابة وقال بن حجر وفي سند ضعف حديث عن جابر رضي الله عنه رفعه لا تسلم تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة قد يريد على هذا الحديث ما روته أسماء بنت يزيد أنها قالت ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام لكن هذا محمول على قرن الإشارة بالتلفظ بالسلام محمول على إيش على قرن الإشارة بالتلفظ بالسلام قال النووي بعد حديث الترمذي رحمة الله على الجميع فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته فسلم علينا قال بن حجر رحمة الله كلمة جميلة في هذا الباب قال والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرص وكذا السلام على الأصم يعني يعني يستطيع أنه يسلم المراد في هذا أنه بعض الأحيان ما يستطيع الواحد السلام حتى ويقابل الناس في أشر فالناس يعلمون أنه يريد السلام وضحي شيخ نعم المسألة التي تريها ما صفة رد السلام بالإشارة ما صفة رد السلام بالإشارة في الصلاة جواب جواب ليست ليست هناك صفة محددة في الرد بالإشارة في الصلاة الوالد متنوع مرة كانت الإشارة بالأصبع نعم ومرة كما في حديث صهيب ومرة كانت الإشارة باليد مرة كانت الإشارة يعني باليد قال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي قال يقول هكذا وبسط كفه نعم يقول بسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق وجعل ظهره إلى فوق و كما ذكرت أنه جاء الرد بالإصبع الإشارة وكذلك باليد جاء عند البيهق عن ابن مسعود رضي الله عنه بلف فأومأ برأسه بلف فأومأ برأسه والله يعني بصحة ذلك طيب المسألة التي تليها جواز السلام مسألة السلام على تالي القرآن هل يسلم عليه الجواب أن تالي القرآن الصحيح والله أعلم أنه يسلم على تالي القرآن مطلقا لأنه لا يوجد دليل يمنع عن ذلك ولذلك يعني حتى اللجأت دائما للمحوث العلمي والإفتاء تفتي بهذا قالوا لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك والأصل العموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة طيب هنا مسألة حقيقة وهي أنه ينبغي على المؤمن إذا دخل البيت أن يسلم إذا كان فيه أحد أما إذا دخل بيته وكان البيت خاليا فقد جاء أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا رواه البخاري في الأدب مفرد وجاء مثله عن مجاهد بن جبر نعم والله جل وعلا يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية الآية والنو رحمه الله قال يستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد طيب وهذه مسألة يعني لكن لا أعرف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل البيت وهو فاضي يعني ما فيها حد قال السلام عليكم لكن هذه جاءت فيها الآثار والآية التي الآية التي ذكرنا والآثار والمعنى الذي ذكر للآية نعم المسألة التي تليها رد السلام على من حمل إليه السلام والمحمول أو حمل إليه السلام والمحمول إليه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يقرئك السلام قال وعليك وعلى أبيك السلام رواه ابو داود وفي حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئ إن جبريل يقرأ عليك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله رواه البخاري والحاصل من مجموع هذه الأحاديث أن رد السلام على حامل السلام قال بعض أهل العلم أنه ليس بواجب بل هو مندوب إليه وهذا ذكر ابن حجر ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الفتح من الفواد الطريفة في هذا الباب أن أبا ذر أن ابن عبدالبر قال قال رجل لأبي ذر فلان يقرئك السلام فقال هدية حسنة ومحمل خفيف هدية حسنة ومحمل خفيف المسألة التي تليها كراهية السلام حال خطبة الجمعة أصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وعلى هذا لا يشرع السلام حال الخطبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمومين بالإنصات حال الخطبة لكن لو سلم أحد الداخلين إلى المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة هل يجب على المؤمومين رد السلام الجواب لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من أن يبدأ بالسلام من في المسجد وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب ولكن إن رد عليه بالإشارة جاز إن رد عليه بالإشارة جاز المسأل التي تليها ماذا يلزم المأموم إذا سلم عليه من بجانبه وصافحه أثناء خطبة الجمعة الجواب يصافحه بيده ولا يتكلم يصافحه بيده ولا يتكلم ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى المسألة التي تليها ينبغي إجابة الدعوة الحديث واضح في ضرورة إجابة الدعوة وذكرنا شيء من التفصيل في هذا طبعا إذا دعاك فأجبه دعاك إلى وليمة وليس دعاك إلى كل شيء بأرحان يقول تعال نتمشى تعال نروح نجي ليس المقصود هذا وإنما المقصود دعاك إلى وليمة ونحو ذلك وهناك خلاف يعني هل المقصود وليمة العرس فقط أو جميع الولائم الحديث فيه الدلالة على وجوب النصح لأخيك المسلم وإذا استنصحك فانصحوا وظاهر الحديث أن النصيحة لا تجب إلا إذا طلبها أما إذا لم يأتي يطلب النصيحة النصح ففيه تفصيل فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم عليه وجب عليك نصحه لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين وإن لم يكن فيه ضرر ولا إثم ولكنك ترى غيره أنفع له لم يجب عليك نصحه بل يندب بل يندب النصح لأنه من الدلال على الخير والمعروف وإذا استنصحك فانصحه إن طلب منك النصح بمشورة أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح له يعني أن تذكر له ما هو الأكمل والأفضل إذا تساوى عندك أمرا أحدهما فاضل والثاني أفضل فالواجب أن تنصح بالأفضل ولا تقتصر على أدنى شيء هذا إذا كان عندك علم إذا لم يكن عندك علم لا تتكلم إذا لم يكن عندك علم لا تتكلم نعم وإذا لم يستنصحك بقوله ولكن استنصحك بفعله بأن تعلم أن الرجل سيقدم على أمر يضره حاضرا أو مستقبلا وأن تعلم هذا وتعلم أنه يفرح إذا أهديت إليه النصيحة فهنا تجب النصيحة لأن هذا إذا لم يستنصحك بالقول فإنه قد استنصحك بالفعل سواء في أمور الدين أو الدنيا وعلى هذا يا أخوان فإذا كنت طبيبا متخصص مثلا في الباطنة ورأيت جار لك يأخذ منك النصيحة عادة وإنه ويدخل ويخرج بأدوية دائما وتعلم أن هذه الأدوية ستضر بالكلا أو بالجسد أو فإنه يتحتم عليك النصح يتحتم وضح يتحتم النصح له سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا وإذا استنصحك فانصحه الحديث المسألة التي تليها الحديث دليل على وجوب تشمية العاطس إذا حمد الله ومفهوم الحديث أنه إذا لم يحمد فإنه لا يشمت لأنه هو الذي فوت على نفسه النعمتين نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه له المترتب على الحمد طبعا التشمية العاطس في فوائد عظيمة ومن فوائد تشمية العاطس تحصل المودة والتالف بين المسلمين قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا وإن لم يحمد الله فلا إيش تشمتوا طيب هنا مسألة من عطس أثناء الصلاة فهل يشرع له أن يحمد الله إيش رأيكم إيش رأيكم وباقي الإخوة إيش رأيكم إذا عطس في الصلاة إيش رأيكم وأنتم تحركه خلنا نتحرك شوي إيش رأيكم اللجهة الدائمة البحث العلمي والإفتاء تقول يشرع له أن يحمد الله سواء كان في صلاة فرض أو نفر وهذا قول جمهور العلماء بل ويجهر بذلك لكن بقدر ما يسمع نفسه نعم هذه فائدة مهمة هذه فائدة مهمة يعني تحصل كثير من الإخوة في هذا البام هنا إذا لم يحمد الله جل وعلا فلا تشمد التشميت هو يرحمك الله نعم والتشميت يعني هو أن تقول له يرحمك الله إلى ثلاث مرات فإذا عطس في الرابعة فقال الحمد لله فيقال له عفاك الله إنك مزكوم جاء الحديث في هذا وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم وردت صيغة ثانية في الرد على المشمت وهي يرحمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم هذه الصيغة رواها أبو داود فإن صحت فيكون من باب التنويع يكون من باب إيش التنويع قال إذا عطس فشمته هل هذا حق واجب الجواب اختلفوا هل هو واجب على الكفاية أو واجب عيني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه وأن يقول يرحمكم الله رواه البخاري ظهر الحديث أن التشميت واجب لقوله كان حقا وأنه عيني لقوله على كل مسلم سمعه أما إذا كان بعيدا عنك ورأيته يعطس وظننت أنه حمد الله لكن لم تسمعه فإن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول لك أن تشمته لكن ليس بواجب ما دمت لم تسمعه يحمد لم تسمعه إيش يحمد ولكن أكثر العلماء يقولون إنه فرض كفاية وقالوا في بيان الصارف لهذا الأمر ليكون للكفاية إن الحق أنواع وكما في الحديث فإن بعض الحقوق ليست بواجبة لكن لا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يسمع شخصا يحمد الله عند العطاس وإذا التشميت كما أنه لم يرد عن الصحابة أنه إذا عطس واحد منهم وحمد أنهم كانوا يتكلمون جميعا يرحمك الله يرحمك الله لكن القول بالوجوب العيني قول قوي جدا وإليه يميل ابن القيم رحمه الله هنا مسألة وهي إذا عطس ولم يحمد الله الأصل أنك لا تشمته هذا نص الحديث لكن في بعض الأحيان يكون الرجل جاهل أصلا ما عنده فهنا في هذه الحال تعلمه خاصة مثلا إذا كان صغير أو مثلا نشأ في بيئة لا تعرف هذه الأحكام الشرعية العظيمة فهنا ينبغي عليك ويشرع أن تعلمه فإذا حمد الله فإنك تشمته المسألة المسألة التي تليها الحديث دليل على وجوب عيادة المريض اختلف أهل العلم هل هو وجوب عيني أو فرض كفاية نعم وأهل العلم اختلفوا في هذا و على كل حال ليس هناك مريض بإذن الله عند المسلمين لا يزار ليس هناك مريض لا يزار لا بد أن يزوره ناس وهذا معنى فرض كفاية سواء كان من قرابتك ومن غير قرابتك فإذا علمت بأن هذا المريض مسلم وما زارها أحد أبدا يلزمك زيارته تلزمك الزيارة لأنه فرض كفاية نعم الأمر الثاني بعض أهل العلم قال أنه سنة زيارة المريض لكن قال يتأكد يلزم على إذا كان قريب بينك وبينه رحمك أب أو أخ وما شبه ذلك وعلى هذا فلا يوجد في الإسلام مريض لا يزار وضح لا يوجد في الإسلام مريض لا يزار طيب البخاري رحمه الله يرى وجوب عيادة المريض والمسألة فيها يعني خلاف يعني يطول فقه الحنابلة يرون أنه واجب كفائي واختاره شيخ السلام تيمية وحال إلى الإنصاف وهو قول قوي نعم هنا مسألة هل يعود غير المسلم الجواب هذا فيه أولا ظاهر الحديث أن العيادة تلزم على لأخيك المسلم أما الكافر فهل يعوده المسلم أم لا الجواب إذا كان يطمع في إسلامه ويرجو ذلك فإنه يزار كمن كان له جار يطمع في إسلامه ولو كان نصرانيا أو يهوديا أو كافرا فإنه يزار إذا كان يطمع في إسلامه أما إذا كان لا يطمع في إسلامه فإنه لا يزور ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا في المدينة وهو في مرضه تعرفون قصة مع الغلام وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد عما هو هو في مرضه نعم وإذا تأملت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فإنه لا أذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار كافرا في مرضه يعني لم يدعوه إلى الإسلام أو أراد أن يرفع قدره ومكانته وإنما الذي ورد أنه زار وبيّن دعاهم إلى الإسلام وضح يا أخوان مثل العم ومثل والله الجار له حق بلا شك أن الجار له حق لكن يعني يحتاج يعني يعني أنه يزوره هكذا هو غالبا أنه سيزوره ويرجو إسلامه إذا كان جاره هو لا شك شف الجار الذي ليس محارب ولا يعني بلا شك أنه ينبغي الإحسان للجار هذا لا نشك فيه نعم وإذا زيارته في غير يوم عيده من باب الدعوة وما شبه ذلك أجيت نعم وأما يعني الزيارة إذا كانت من أجل إعلاء شأنه فهذه محرمة أما ما ذكرت من أنه يزار لأنه جار هذه تحتاج إلى تأمل ما عندي فيها شي نعم هنا مسألة وهي ما هو ضابط المرض الذي يزار فيه المريض ما هو ضابط المرض الذي يزار فيه المريض هل كل مرض يزار فيه المريض الجواب الشيخ محمد رحمه الله ذكر ضابط هذا الضابط إذا كان المرض يمنع هذا المريض من الخروج نعم إذا كان يمنعه من الخروج هنا يزار نعم لكن هذا بلا أشكال أنه إذا كان يمنعه من الخروج فإنه يزار لكن هل إذا كان يخرج في كل حال أنه خلاص مع دعات هذه تحتاج إلى تحرير لأن المريض في بعض الأحيان قد يخرج وهو متحامل على نفسه المسألة التي تريها أن ظاهر عيادة المريض أنها عامة للمغمى عليه الذي لا يفيق للصغير الذي لا يفهم عمر الشهرين ثلاثة شهور لأن النصوص عامة في هذا الباب ولذلك ولذلك مشروعية إيادة المريض لا تتوقف على مجرد أنه مريض يفهم وإنما عامة لم تخصص مريضا دون مريض حتى لو كان مغمى عليه ولم أقف على تفريق للعلماء بين المغمى عليه وغير المغمى عليه والأصل العموم بقاء المصوص على عموم ثم إذا زرت المريض المغمى عليه الذي فيه غيبوبة فهذا فيه جبر يعني هناك مقاصد أخرى فيه جبر لخاطر أهله دعاء للمريض حصول الأجر التأثير على أهله بأن يقوموا بهذا المريض وبشؤون هذا المريض وأن لا يتركوا هذا المريض نعم يعني تصور أن أناس لا قدر الله مثلا مثلا يعني ما بالمثال عاقين لأبيهم أو لأخيهم أنت قمت هو مغمى عليه مريض مغمى عليه من ستة شهور ذهبت وزرته وعلموا أنك زرته ماذا سيصنعون ها ما في أحد أنت جيت ولقيت الكلام زي كذا ما في أحد وش بيسوون بيرجعون أنفسهم يقولون ما يصرح هذا الكلام طيب زارت ثلاثة أربعة مثلك خمسة عشرة حين ولذلك زيارة المريض لها مقاص متعددة ما يأتي شخص يقول هذا مغمى عليه إذن لا يزار لا الأمر عام الأمر عام المسألة التي تليها الأخيرة في هذا الحديث وهي مسألة ما يتعلق باتباع الجنازة ذكرنا أن الجنازة تتبع من بيت الميت هذا ذكرناه في بداية الدرس وذكرنا وذكرنا أنه يظهر أن الناس تركوا ذلك لأن الناس صاروا لا يغسلون الموت في بيوتهم هذا فيما يظهر من الأسباب طيب لكن الجنازة إذا كان فيها منكر مثل ما يحصل بعض الأحيان مراسيم يوضع فيها موسيقى وغيرها هل تتبع جنازة الجواب نعم تتبعها وتنكر إذا لم تستطع تنكر نعم فبعض أهل العلم يقول أن اتباع الجنازة حق للميت فلا يؤثر عليه هذا المنكر نعم وبعض هل العلم كالشيخ محمد أبنى ثيم رحمه يقول لا لا تتبع الجنازة مدام أنه قام بها من يكفي فلا يتعارض سنة مع محرم وضع فإذا وجدت بعض المراسيم المبتدعة أو الموسيقى أو ما شابه ذلك فإنك لا تتبعها نعم وعلى كل حال يعني المسألة فيها خلاف لكن من ناحية الأصل أن المنكر لا يجوز البقاء عنده هذا أصل مهم أن المنكر إذا وجد لا يجوز البقاء عنده لكن الإشكال في اتباع الجنازة قالوا لأن الجنازة اتباعك لها حق للميت فما يأتي شخص لأنها قام منكر يترك حق الميت وضح التفصيل في هذا يبدو المسألة واضحة التفصيل أظن واضح ورأي الشيخ محمد رحمه الله كلامه واضح قال الحق بلا شك أنه للميت لكن الآن يتعارض عندنا سنة وإيش أو فرض سنة ومحرم لأن البقاء في المنكر لا يجوز لكن الإشكال إذا وجدت المراسيم وليس أو وجدت بعض الأمور محرمة وليس هناك من يكفي في هذه الجنازة واضح طيب الحديث الذي يليه سمي شيء والله شف أنت لما تتأمل في أحوال الجنائز تختلف لما تتأمل في أحوال الناس أيضا تختلف يعني أنت لما تتصور أن عالم جليل يتبع الجنازة ولو فيها منكر يعني تشعر كأن فيه إقرار لهذا المنكر وهذا سيسبب بشكال ليس مثله مثل رجل من عامة الناس يقوم به الفرض الكفائي نعم أقول قد يؤثر هذا هذا قد يؤثر كذلك يعني لما تكون الجنازة قام بها عدد يكفي ليس مثل جنازة التي لم يقم بها عدد يكفي والخلاف أما إذا قام بها من يكفي كما ذكرت فالخلاف يعني موجود بين أهل العلم والشيخ محمد يرجح أنه لا يتبع جنازة وبعض أهل العلم يرى اتباع جنازة وقد يقول قائل أن المنكرات تختلف نعم المنكرات يعني تختلف الشيء الحادث يعني بعض وإن كان المنكر منكر مهما كان لكن عموما المنكرات يعني لما مثلا يعني في تصوري الإنسان الصور تختلف لكن عموم التأصيل الذي ذكرنا والشيخ محمد رحمه الله يقول لا يتبع جنازة لا يتبع جنازة ما دام فيها منكر هذا ما نص عليه في شرح بلوغ المرأة يعني يعني أنا في تصوري إذا مشى واحد مثلا مثل ما ذكرت مدخن وما أخذ طرف يختلف عن ضرب الموسيقى في الجنازة يعني هذا بحق لماذا يترك حق الجنازة بسبب قد يقول قائل بهذه الصورة لكن بخلاف المنكر الذي زي الموسيقى أو زي البدعة التي تظهر يكون لها أثر على الموجودين وأنت موجود ترى وكانك داخل في المسألة على كل حال المسألة تختلف يعني مثلا الآن إذا أتيت أنت إلى الجنازة مثلا وقال واحد وحدو هذا خلط لكن لما أنت تأتي إلى الجنازة ويمشون بها ثم يقفون يضعون بعض المراسيم وأنت موجود في تصوري في تصوري أن الصورة الأولى تختلف عن الصورة الثانية وعلى كل حال أهل العلم كلامهم مبني على هذا مسألة حق الميت ومسألة المنكر ومسألة المنكر هذا من هنا يخرج التأصيل في المسألة لكن والله أعلم أن وجود بعض المنكرات التي العارضة التي لا تقحم المتبعين للجنازة في الجنازة يختلف عن المنكر الذي يقحم الجميع في الجنازة الموسيقى للجميع البدعة التي تكون بمراسيم معينة مع التذكير أو الدعاء الجماعي التي تكون من بينهم في تصور يختلف عن واحد جاء في الطرف وقال وحده أو واحد مثل ما ذكرت أنه دخن في طرف الجنازة مثلا تصور الوضع يختلف نعم نعم من هو شخص يجب مقدرة شف إذا دعا أول شيء بعد الدفن هذا انتهت الجنازة نعم لكن هل الدعاء مشروع أو لا إن كان جاء شيء عارض هذا لا يضر لكن إذا جاء لا دعا يريدهم أن يؤمنون لا هذا يمنع منه هذا يمنع منه لكن جاء واحد وعرضا وقال الله يغفر له ويرحمه والله قالوا آمين قالنا سأل الله جل وآل أن يتجاوز عنه يعني عرضا هذا شيء عارض لكن إذا جاء ودعا على أساس المؤمن لا وإنما يسأل له التثبيت يسأل له التثبيت تشيع الجنازة من البيت دقيقة دقيقة أنتم يا أخوان الآن بقي ساعة لا ربع على الأذان ولا لا ساعة لا ربع طيب تريدون نقف الآن شوي ولا نخلي قبل الأذان ب20 دقيقة ب25 دقيقة نقف تريحون لأن بعد المغرب إن شاء الله بيكمل نقف قبل الأذان كده بثلس ساعة جيد تابعون نصف ساعة الذي تريدون خلاص ما في مشكلة بعد المغرب إن شاء الله بيكمل أسأل إيجا إيجا هو من ناحية الأصل التشييع يكون من البيت هذا هو الأصل حتى بعض أهل الألم اللي لم تخن الذاكرة ما يرون أصلا التشييع أنه يبدأ من المسجد لا يرون أنه يبدأ من المسجد لكن هل يسمى مشيع أو لا في خلاف من أهل الألم إذا كان بدأ من المسجد وعموما كتاب الجنائز كتاب عظيم يعني يحتاج إلى يحتاج يبدأ يعني ترجمة نانسي قنقر